إقبال كبير شهدته الدورة العلمية الثانية والعشرون منذ انطلاقها في الثامن عشر من يونيو الجاري والتي ينظمها المنتدى الإسلامي في جامع المغفرة بالشارقة حيث استقطبت أكثر من خمسمائة مشاركة تحت عنوان طريق الهجرة حقيقة استفدت كثيرا من هذه الدورة المنتدى يعني الدورة التاسع وعشرين ومن ذلك يعني التقاه حول الدكات الأفضل التي تعلمنا منها كثير من العلوم التي ربما ما كنا نستطيع أن نحصل عليها في الجامعة التي نحن ندرس فيها وطبعا المجتمع يحتاج إلى مثل هذه العلوم ومثل هذه المبادرات القيمة ونحن نرمن دوما أن نجد مثل هذه المناسبات التي نزداد فيها علما وورا وغير ذا وعيدا سلوكا لأن كما يقالون المر في دين خليلي وبالتالي فقط الكون ما هاولى العلماء هذا يعتبر حظا كبيرا لنا وإن شاء الله نتمنى أن نجد مثل هذه اللقاءات في المرات القادمة وعيدا مثل هذه المناسبات المتنوعة تشكل فعاليات الدورة العلمية التي تتضمن برامج علمية ودروس شرعية ثقافية إسلامية الفرصة لتعزيز مدارك أفراد المجتمع المشاركين بالعلوم الشرعية في سبعة مباحث تشمل جوانب وعناصر العمل الصالح حيث يهدف النشاط العلمي الثقافي إلى رفع المستوى المعرفي ويساهم أيضا في خلق بيئة سليمة استفدت من هذه الدورة كثيرا مشايخ الكبار والدكاترة يعني كيفية شخصيات من التاريخ الإسلام وكيفية الصحبة وكيفية استنباط القصص والآيات والحكم من القرآن الكريم وهذه الأمور يعني استفدت منها كثيرا الحمد لله مشاركة يعني كانت مشاركة مميزة جدا يعني تختلف الدورات التي شاركتها والحمد لله كانت دورة مكثفة جدا فكل الدكتور يأتي بأسلوب خاص يعني الحمد لله الدورة العلمية الصيفية التي يشرف على تنظيمها المنتدى الإسلامي تحضى بدعم لا محدود منذ انطلاقتها بنسختها الأولى وهي تعتبر تظاهر أكاديمية وعلمية ذات طابع استثنائي مهم ومميز ولها قيمة حضارية وثقافية تقدمها إمارة الشارقة إلى العالم العربي كما تعتبر محطة جذب سنوي مهمة وقوية على مدار أيام الدورة العلمية